14 سبتمبر يوم الاغتيالات عام 81 مصرع تايتوس الإمبراطور الروماني مسموما بأرنابة بحر قدمها له شقيقه دومتيان الذي خلفه ويزعم التلمود أن ذبابة دخلت أنفه وظلت تلتهمخه لسبع السنوات بالرغم من أنه لم يحكم سوى عامين عام 786 ليلة الخلفاء الثلاثة هارون الرشيد يصبح الخليفة العباسي إثر مقتل شقيقه الهادي بمؤامرة من الخيزران أم الرشيد بعد أن قرر الهادي استبعاد الرشيد من ولاية العهد عام 1901 الرئيس الأمريكي ويليام ميكينلي يتوفى متأثرا بجراح اغتياله في 6 سبتمبر وتيودور روزيفلد يخلفه رئيسا للولايات المتحدة لتتصارع وطيرة بناء الإمبراطورية الأمريكية عام 1960 أزمة الكونغو مبوتو سيسي سيكو يستولي على السلطة ويعلق البرلمان والدستور مما يؤدي إلى اجتباكات أفضل إلى اغتيال رئيس الوزراء باتريس لمنبا بعد أربعة أشهر عام 1967 المشير عبد الحكيم عامر يحتسي السم ويموت منتحرا بعد نكسة 67 أثناء اعتقاله عام 1979 الرئيس الأفغاني نور محمد طراقي يختال بأمر من حفيظ الله أمين الذي يصبح ثاني رئيس شيوعي لأفغانستان عام 1982 اغتيال رئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل الذي وقع معاهدة سلام مع إسرائيل أثناء احتلالها بيروت تابعونا وشاركونا لبناء معارفنا في موسوعة المعرفة تابعونا وشاركونا للمشاد الماضي شكرا